وشهدت مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحمة دواجم بأسعار مخفضة إشادات كبيرة من المواطنين بجودة الأنواع المقدمة في المنافذ كاميرا أكستر نيوز رصدت تلك الإشادات في محافظتي القاهرة والجيزة نتابع نتواجد هنا في قرية طامو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة حيث تتوافر إحدى العربات التابعة لحياة كريمة والتي من خلالها تقدم هذه اللحمة المدعمة للمزيد من التفاصيل متابعين الكرام معنا في هذه اللحظات الأستاذة أسماء إبراهيم منصق وحدة محلية بقرية طامو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة بمؤسسة حياة كريمة أستاذة أسماء بعد التحية حدثين عن تواجد العربة اليوم هنا في القرية ومدى الإقبال الكبير من قبل المواطنين تجاه هذه المبادرة وهذه اللحم المبادرة تجيب على 11 يوم لفت مركز أبو النمرس محافظة الجيزة عامة قادة قارية في مركز أبو النمرس منها أبو النمرس والحرانية والترسة وأخيرا جات هنا طامو اللحمة برازيلي واللحمة بلدي واللحمة مفرومة واللحمة البلدي سعرها 210 واللحمة البرازيلي 185 على فكرة أكبر شديد أصلا من المواطنين أن يجب منخفف الأعباء على المواطن هل محدد كمية محددة لكل مواطن بيتم شراؤها ولا الأمر المفتوح لكل مواطن شراء أكثر من كمية؟ الأمر المفتوح لكل مواطن أن يأخذ اللي هو عايزه مش مش شرط أن أنت لازم مواطن واحد تاخد كيلو لا اللي هو عايزه بنتجهوله مش هتفرق شكرك يا أستاذ أسماع لهذا اللقاء يعني إذن متابعينا الكرام قبال كثيف بل يتزايد يوم تلوى الآخر وسط التوسع التدريجي الذي يعني تحرس عليه حياة كريمة وتوفير هذه المبادرة في عدد أكبر من النقاط داخل القاهرة وداخل محافظات الجيزة وكذلك في مختلف محافظات الجمهورية للوصول إلى أكبر عدد من المستفدين في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية ممثلة في السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تخفيف العب من على كاهل المواطن المصري والعمل على تحسين مستوى معيشته هذه هي كالة مجملة صورة من هنا من قرية طمو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة والآن نعود مجددا إلى الزملاء بالستوديو